اشتركوا في القناة مغاشات جزئيا مع بعض الضباب نحو المناطق الداخلية الشرقية اجواب مغاشات ايضا من الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء مع انتشار الكثير من الزوابع الربلية الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تتروح ما بين 6 الى 9 درجات بالمناطق الداخلية وما بين 8 درجات بعنابا الى غاية 12 بوهران في حدود 11 درجة بغردايا 17 ببشار 13 بثمن راس وما بين 16 الى 17 درجة من الصحراء الوسطى نحو اقصى الجنوب الحرارة قصوة ستعرف ارتفاع محسوس يوم الغد تصل الى 31 درجة بوهران وتنمسان 26 درجة بالعاصمة بتزيوزو وعنبا ما بين 19 الى 22 درجة من البيض نحو باتنا في حدود 27 درجة بشمال الصحراء وترتفع الى غاية 34 درجة بالصحراء الوسطى وتقارب 36 درجة باقصى الجنوب البحر سيكون مضطرب على كافة السواحر رياح معتدلة احيانا قوية بسواحر الوسطى والغربية تتناد من تيارات جنوبية شرقية احيانا شرقية تماما بسواحر الشرقية يوم التلتأ بحول الله اجواء مغاشات على كل المناطق الشمالية احتمال بعض الامطار المحلية بالمناطق الوسطى والشرقية ستلتحق ايضا امطار نحو المناطق الغربية خلال اواخر النهار كذلك بعض الامطار نحو كافة مناطق الجنوب الغربي الحرارة تبقى مرتفعة يوم الاربعاء باذن الله تراجع لدرجات الحرارة ولو طفيف نحو المناطق الشمالية مع اجواء ملبدات تقريبا امطار رادية ستخص كافة المناطق الغربية والوسطى للاشارة الرياح قوية نسبيا على المرتفعات الوسطى وكذلك الشرقية وبعض الامطار التي ستخص منطقة السوراء لغاية منطقة الواحد يوم الخميس بحول الله تراجع لدرجات الحرارة مع اجواء غائمة على المناطق الوسطى والشرقية تكون مرفوقة بامطار احيانا نرعدية بعض الامطار ايضا التي تبقى تخص المناطق الغربية واجواء مغاشات بشمال الصحراء درجات الحرارة لن تتعدى عشرين درجة بالمناطق الساحلية وترتفع لغاية ستة وتلاتين درجة على مقياس دائما باقصى الجنوب وقت شرق الشمس بحت الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا اشكركم على حسن المتابعة ودمتم في امان الله